سلام عليكم ورحمة الله. آآ مثل ما احنا شايفين ايفون ستة بلس اللمس ما هو شغال. طبعا ما علينا من جهاز اللي يطفى ويشتغل لانه في عليه فيديو مستقر رح اترك رابط الفيديو تبع الايفون اكس في اسفل الفيديو. آآ طريقة الاصلاح تبعه. آآ آآ الايفون ستة بلس رح اركب الجهاز في الجرم. وادخل الجهاز طبعا لوضعية وافحص آآ خطوط خرج آآ لانه الستة والستة بلس خرج هو تغذية لآآ آآ اللمس. خرج الجهاز طبعا هو تغذية لخطوط اللمس. اشتركوا في القناة. تمام عن طريق الا الايري بير. هندخل الجهاز على وضعية دي افي مود. باور مع هوم. نفضل ضغطين على بعد الخمسة نفضل ضغطين على الهوم. خمسة اربعة ثلاثة اثنين. تمام نرفع الباور. ونخلي الهوم لين ما يدخل الجهاز على وضعية الدي افي مود. تماما الان الجهاز فضعية الدي افي مود رح اول شيء آآ افتح برنامج الايري بير. ونلاحظ اثناء ادخال الجهاز على وضعية البير والمود ما يقبل معي. يعطيني رسالة فيلر فشل. ويرجع دي افي مود. يعطي فشل ويرجع دي افي مود. حاولت اني انا ارجع اجرب مرة ثانية اشغله. آآ بيربول مود ما هو راضي يقبل معي. رحت جبت جهاز ثاني ايفون ستة بلس عشان اتاكد انه عندي مشكلة في الجهاز ولا عندي مشكلة في المبرمجة ولا مشكلة في الكمبيوتر. لكن الجهاز الثاني اخد معي بيربول مود بشكل نظامي. وبعد ما رجعت ركبت الجهاز نفسه وعملت بيربول مود اخد معي بيربول مود. طبعا انا احاول اني اعمل تحديث للبوكس او تحديث للبرنامج انه ممكن يكون فيه تحديث لكن كل شيء محدث عندي. اشتركوا في القناة الاجهاز الثاني جبت انا جهاز ثاني عشان اتأكد انه الجهاز ياخد معي بيربول مود ولا لا. والنفس النوع الجهاز ستة بلس. هنشوف اخذ معي بدأ يعمل Speak PMJJ ارجع القناة Tac ادخله دي افي مود خمسة اربعة ثلاثة اثنين واحد ادين ارفع الباور الجهاز يدخل معي دي افي مود اضغط هشوف الجهاز دخل معي دي افي مود اه عفوا اخشوف الجهاز بدأ ياخد معي بدأ ياخد معي وضعية البيير بل مود الان ريكوفري ممتاز خلص البعده هذا الجهاز بير بل مود انا اللي احتاجه من البيير بل مود اسكر الاي ري بير وافتح برنامج الاي كوموند واتأكد من خرج الجهاز نوت هل هو سليم ولا لا لاني مثل ما ذكرت دخل الاي سي اللمس هو خرج اي سي الجهاز نوت سليم ما يحتاج اني افحص مسار مسار او افحص خط خط حتى اتأكد خرج الجهاز نوت اخرج الجهاز نوت سليم فالان صفة موضوع عندي انا شغل على اي سي اللمس اشتركوا في القناة كما بننزل تحت الميكروسكوب في شغل على اي سي اللمس مثل ما احنا شايفين في شغل على اي سي اللمس لكن تسخين فقط بدون عمل الجمبر عطل معروف في الستة بلس حنرفع الاي سي ونعمل الجمبر لكن بعد ما نرفع الاي سي حنشوف انه في ارجل طارت معي فحاعوضها كلها ان شاء الله ارجل طارت معي فحاعوض نبدا في حملية الرافع نحط شويه فلاكس ارجل طيب القناة مع الفوهة الوسط طبعاً رح أعتمد أنا سياسة رفع الـ IC أنا رافع البوردة ماسك الـ IC يرافع البوردة بالكامل أول ما ينصهر معي حيطب البوردة وتتأرجل تتكسر في مكانها بدون ما تطير ولا رجل لكن عند التنظيف في أرجل حتطير تنظيف ترجمة نانسي قنقر 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 تمام المكثف تحرك معي ومكثف على التوالي ولا توازي لكن المكثفات في هذا الصف هي مكثفات مهمة فأرجع أركب المكون في مكانه ترجمة نانسي قنقر أرجع أن نظف لأنه فيه أرجل متحركة من مكائب فيه أرجل ما هي ممسوحة مظبوط أرجع أن نظف مرة ثانية عشان تطلع الأرجل كلها النظيفة شكرا شكرا مسحة أخيرة للأرجل عشان توضح معي الصورة مظبوط وأعرف أن الأرجل اللي طايرة لأنه في عندي أرجل متصلة وأرجل طايرة عشان توضح معي فيه المخطط مظبوط شكرا تمام في عندي أنا واحد اثنين واحد اثنين حنشوفها على المخطط عندي هاي الرجل اللي هي لازم تتعوض الرئيسية اللي هي تعمل لي فصل في اللمس وهاي الرجلة الثانية تمام حنسحب منها من هذا الجنب يعني ما هو بعيد الجنبر والأرضية مقشوطة أو محقوكة حتأكد أنه هو نفس المسار حنشوفه مع بعض وهاي الثالثة تمام هننجي نعمل زوم الزوم للسه بعيد هنعمل زوم أكثر لازم نفوت في البورد مضبوط لحتى تصير الرؤية واضحة معناه نخفف الإضاءة لأنه كل ما نزلنا تحت كل ما يكون الإضاءة أقوى تمام طبعا هذا الجزء أنا ما سرعته اللي هي طريقة معرفة المسارات فين رايحة هذا الأول حنسحب منه سلك صغير حتى نحط في هذا المكان حنحط سلك صغير أو جمبر صغير وهذا الثاني وأجاهز معي المسار والثالث اللي هو المسار المعروف الرجل اللي طايره تحت طبعا فيه آي سي على اليمين طاير هذا من الشغل السابق أنا ما اللي في أنا علي أشغل التتش بس لأنه أنا حسابي على موضوع اللمس إنه الجهاز يشتغل اللمس هذا الأفو ميتر أنا لازم أفحص هذا المسار مع هذا يعطيني جرس أو يعطيني أصفار لأنه المسار في الأساس في المخطط المسار هذا هو واحد فإن كان على الجرس يعطيني جرس وإن كان على الممانعة يعطيني أصفار خلص أنا هنا هنا هذا هو المسار هذا النقطة هاي متصل مع هذا المكثف مجرد ما إني أنا أحط النقطتين على بعض فإذن المسار متصل وسليم أنا بس إني أعمل جنبر وأحط UV خلص الباقي تجهيز للمسارات حتى نركب الجنابر نبدأ في عملية إظهار المسارات كمام هذا المسار جاهز عندي أخلط النقطة الأصلية مع شوية من القصدير عشان يمسك معي السلك بسهولة هذا الجنبر الأول وهذا الجنبر الثاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عملية توصيل جنابر إن شاء الله سهلة بس تحتاج لها ممارسة شكرا 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة